فيه اعلان انا شفته انا شفته اعلان كبير كده عريض متعلق في الشوارع قالك ولادة بدون حمل ولادة بدون حمل فطبعا انا فهمت اصدق ايه فهمت انه اصدق انه انت ممكن تجيبي بيبي ممكن تولدي ومن غير ما تحملي يعني تأجري رحم الثقافة دي موجودة برا فيه ناس برا بتعمل كده كتير يعني هم برا عادي لو ستة عايزة تحافظ على جسمها ومش عايزة انها تخلف بس نفسها طبعا في طفل بس مش عايزة تحمل فبتأجر رحم ستة تانية هي تحمل لها وهي تعمل لها كل حاجة بالبوايدة بتاعتها وبكل حاجة ولكن بتحط البوايدة بتاعتها داخل رحم ستة تانية داخل رحم امرأة اخرى يعني فالموضوع ده منتشر برا فعلا مش بس كده ده هم برا كمان شتين اكتر من كده يعني فيه برا بقى حاجات يعني بقى الواحد مش هيعرف ان هو يقولها يعني الواحد ايه عاملين بقى بنك للعشان لو انت عايزة تخلي فيه ومعندكيش شريكة للحياة ومش متجوزة وعايزة فبتروحي يعني كده فالموضوع برا شاتت زيادة عن اللزوم طيب هالموضوع ده ممكن يوصل عندنا لمصر هالموضوع ان سيدة تأجر رحم سيدة اخرى عشان هي تحمل لها وتولد لها هل ده ممكن يحصل عندنا في مصر اللي اعلان مع حضراته شايفين اهو ولاده بدون حمل فهل ده ممكن يحصل في مصر طيب هل شرعا ده حلال ان انا واحدة ستة تانية تحملي ده حلال طيب هل حتى لو البوايضة دي بتاعتي انا لما ستة تانية تحمل بيها وهي اللي تجيب المولود مش هيورس منها اي حاجة فيش اي جينات هياخدها منها يعني هيقض معها تسع شهور هيقض في بطنها تسع شهور مش هياخد اي حاجة منها خالص يعني فتساؤلات كتيرة ويعني شرعا ده لازم نعرف ده حلال والله حرام هل ممكن ان احنا نستورد العادة دي من برا ولا لأ طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف الشيخ سعيد نعمان عضو لجنة الفتوى الاصبق يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اهلا وسهلا يا فن ربنا يخليك انا بضحك لانه موضوع مضحك 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 اه يضحك بس قبل معلك بروح كومودية اه اذكر فتوى الشيخ عطية سقر امام المفتين امام الفتوى ومكتهد عصره هم اتنين كانوا مكتهدين في عصرهم ايه ضدنا الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر اه الاسبق والشيخ عطية سقر اه اكتبي عندك كده اه كتاب احسن الكلام في البتوى والاحكام ايه المجلد الثالث صبح الثلاثة وسبعين امام صبح الثلاثة وسبعين يعني على نصف الثلاثة وسبعين يعني تمام اه في اواخر الصفحة بيقول ايه رضي الله عنه ارضاه ورحمه الله اما اذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبويضة الزوجة او في رحم اخر خد ايبالك حطي سبع شرط تسع شرط تحت او في رحم اخر ايوة اللي هو الرحم المؤجرة ايوة فهو حرام 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 لانه في حكم الزنا وان لم يكن زنا موجبا للحد سواء اكان ذلك برضاهما ام بغير رضاهما ولولا ان صورته تختلف عن صورة الزنا وهو اللقاء الجنسي المباشر لواجب فيه الحد ويمكن الرجوع لمن ارد الاستزادة الى الجزء الاول من موسوعة الاسرة تحت رعاية الاسلام لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع للشيخ اعطيها صفقة خلاص انا جبت لك بقى ايه فتوى للشيخ والامام بتاعنا اللي انا بعتبر من تلميذه مباشر خدك عليها انا بقى ايوة انت المفروض لما تعمل سيادتك الحلقة دي تجيبي ثلاث اطراف جايباهم 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 انا نفسي حغيرك لا مش جايباهم انت ممكن تكوني جايبة طرف وانا طرف يبقى اتنين في بقى طرف اللي هو البعد الثالث ايه هو الطرف الثالث والحسة دي كوميديانة شوي ايه الطرف الثالث اللي هو سمسار تجيبي ثمسار من فيصل او من شرع الهرم ومعا لاقين يوفق كتير على الابنين تسألي والله تأجيل عندك تأجيل ارحم وتأجيل ارحم اللي عندك دوت مفروش ولا فاضي واجر قديم ولا جرح قانون جديد ايه 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 خلطة بيطة ولخ بطيطة شيخ سعيد انا هستأذنك ما تقفش لا لا اديني وقتي لا 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 انا لسه انا مش عايزة حدك تقفل انا بس عايزة تبضل معي على الخط انا مع سيادتك خليك معي خليك معي والله احنا مكملين مع بعض ده موضوع مهم جدا ده موضوع مهم جدا معانا دلوقتي الدكتور محمود سامح دكتور نسا وتوليد برضو نعرف رأيه في الموضوع يا دكتور محمود اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن تأجير الارحم وانه ممكن هل ممكن دلوقتي انه سيدة تستعين بسيدة اخرى ان هي تأجر الارحم بتاعها عشان خاطر هي يكون عندها طفل بدون عملية الحمل والولادة رأيه حضرتك كيف الموضوع ده لا انا اقول لحضرتك حاجة يعني احنا لو ناخدها كل حالة وليها ظروفة اه هي الضرورات احيانا تبيح المحظورات مخضرات حضرتك فطبعا الموضوع ده مضاح بكثير من الدول الاوروبية لان هي طبعا الحمل والولادة ده امية كبيرة اوي ده امية كبيرة اوي بالنسبة لل من بالسدر فهي مش يعني احنا مش لا حنعمم لا حنعمم ولا لا حنعمم ولا حنخص ولا يعني كل حالة وليها ظروفة انما هو يجوز لان الموضوع ده تجاري تجاربه لان فيه بأدنا حضرتك وتقول ان هو يجوز علميا احنا عارفين ان هو علميا بيتعمل ما هو بيتنفس بره ومشاهير والسلابرتيز بره عشان مش عايزة تدخن وش عايزة تسمعها يبوز فبتلجأ للموضوع ده لكن هل بقى علميا برضو أنا عايزة أسأل دلوقتي علميا لما يكون في الجنين في رحم أم مش أمه يعني أم الرحم بتاعها متأجر ما بيورسش منها أي حاجة لأنه أنا سألت يعني في الموضوع ده وعرفت أنه لأ بياخد منها جينات برضو بيورس منها حاجات طبعا لإيه للدورة الدموية الدورة الدموية لما بيحصل ترقيح في رحم المؤجر من ترقيح من الأم والأب بالزبط فإنما دوة أوقية دوة ما فيهاش زنة ولا حاجة دي إن ده الأم وده الأب واختار حضرتك ما هيش نطفة خارجية إنما لما بيدخل في رحم المؤجرة اللي هي الرحم المؤجر بدوة طبعا بيختار بدم المؤجرة بالزبط واختار حضرتك بالزبط فدية فدية ياخد الجينات طبعا لازم بياخد نوع من الحاجات بعدين برضو في حاجات بياخد جينات منها طب دكتور محمود هستأذنك خليك معي على الخط لأن الشيخ سعيد عايز يعلق على كلام حضرتك يا شيخ سعيد يا أستاذة لو سمحتي اديني وقتي لأنه دا دين أيوه والراجل دا لما هينزل القبر أو التربة اللي هيتحفر فيها ها يستقل ما ربك ما دينه كما نبيك ما ربك ما دينه كما نبيك يشوف سيدنا محمد قال إيه قبل ما يشوف الغرب قال إيه أيوه سيدنا رسول الله سعى السلام قال أنه للولد للولد ها الولد للفراش وللعاهد الحجر أو الحجر أو الحجر أنت معي ساكت مع حضرتك في مناطق كثيرة الولد للفراش الفراش اللي هو فراش الزوجية ومجرد عقد الزواج عقد صحيح بأركاني وشروطه وسننه وأدابه ثابتاء فراش الزوجية الذي به يلحق الولد للنسب ويلحق لأبيه ويبقى معروف أبيه اللي هيارس ده يارس أبيه وأبوه يارسه ويارس أمه وأمه تارسه قضية الميراث أنت معي حضرتك مع حضرتك بقى الوجل اللي بيخرف ده أنتوا جايبينه من أين يا سيد لا أما ده دكتور لا إحنا مش عايزين نغلق مش عايزين نغلق فحد على فكرة هو ما قالش هو ما قالش شرعا يجوز ولا لها جوز ده الفاتوى دي يا شيخنا هيشيخنا هو بيتكلم يعني علميا هؤلاء ما يتحققش ما بيتكلمش شرعا هو ما بيتكلمش شرعا يشيخنا هنحنا نديب رأي الشرع دي وقت اواحنا ماشيين بالشرع ولا ماشيين بهوانا اواحنا ماشيين بهوانا ولا بهوى مولانا سبحانه وتعالى جل شهنه هي ماسة الرجل اللي جاي ينهم على نفسه ده ده كلام ده مش الراجل ده جاء قبل كده معي بحالة وسعالته في الطب ما عارفه تعريف الطب ولا عارف الطب المقاعي ولا عارف الطب العلاجي كان يجايبينه في التلفزيان يا شيخ احنا بنتحفز ماشي احنا بنتحفز على الكلام ده عشان كده احنا بناخد رأي الدين عشان كده احنا بناخد رأي الدين وبيأكل المروعة وبيأكل الاخلاق الشيخ سعيد نومان عضو لجنة الفاتوى الأسبق انا بشكرك جدا احنا برضو لازم نحترم ضيوفنا اي حد احنا بيجي لنا هناوات لازم او حتى لو مداخلة هاتفية برضو هنحترمه احنا رأي العلم هل ده بيتنفز ولا ما يتنفزش العلم بيقول بيتنفز عادي لكن انا سألت الدكتور سؤال واضح وصريح وعلى فكرة سألت كمان قبل مبدأ الحلقة دي ده كثرة اخرين وقالوا كده انه حتى لو البوايدة موجودة في رحم امرأة اخرى مش امه مش هي صاحبة البوايدة بيورس منها حاجات بياخد منها جينات بيورس منها جينات لان هي ده بيبقى في دمها ده بيبقى في جسمها فانا سألت الدكتور مع حضراتكم دلوقتي على الهوى وقبل مدخل الحلقة سألت ده كثرة تانين برضو قبل مدخل وتأكدت من المعلومة دي انه حتى لو هي مش امه وبوايدة مش بوايدتها وتم زرع البوايدة دي في جسمها الجنين بيورس منها حاجات بيورس من الام البديلة دي حاجات بياخد منها جينات فدي معلومة لازم حضراتكم تعرفوها لو حد حب بياخد القرار ده فجأة وحضرتك مش عايزة تمر بتجربة الحمل والولادة وقررتي قرار انه مع انه شرعا احنا تأكدنا انه حرام شرعا احنا تأكدنا انه حرام حرام ولا يجوز ومع زلك لو حضرتك اخدتي قرار ده انك بوايدة حضرتك هتتحط في رحم امرأة اخرى اتأكدي وكوني على يقين انه هو هيورس منها حاجات اذا هي بقت شريكة ليكي فيه لانه هيورس منها جينات وهيورس منها حاجات لانه في بطنها وفي دمها وكل حاجة دي نقطة على فكرة احنا كامهات توجعنا جامد انا ما حبش ان ابني يورس حاجة من حد غيري يعني دي دي اعتقد انه كتير ما عندوش المعلومة دي وعلى فكرة ده كاترة كتير في مصر لا يمكن تعمل كده وانا سألت كتير لا يمكن انهم يعملوا كده بس برضو في البعض ابتدى يعلم عن الموضوع ده فاحنا حبينا ان احنا ننبه حضراتكم ونجيب لكم رأي الشرع والشرع بيقول ان ده حرام وان ده لا يجوز عشان كده خلي بالكم